موسيقى 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 أكبر بالعمار؟ أكبر بسنة يعني بس إنه الإيميل الأكبر زاهي أول شي عم تعطوا صورة حلوة عن لبنان عن سياحة لبنان غير ما بيحكوا عن الأخبار مش رعا أذكر شو بيحكوا عن الأخبار حلو إنكم تعملوا هيك مهرجين مش رح أقول سياحي ولكن بيعطوا صورة لبنان الحلوة أكيد هذا كان هدفنا الأساسي نفرج جانب الحلو من لبنان الصورة الحلوة وهذا شي بقول لنا يا عطول اللبنانية اللي بره بالجاليات كلها بيتابعوا كل سنة الحداث بقولونا أخي عم نشوف صورة حلوة عن لبنان هذا شي عطول نفتقد له لأنه ما بيسمعوا الأخبار بشو عن لبنان بتلاقيوا صعوبة إنه تقولوا إنه لشخص مثلا من أوروبا من فرنسا من حياة لمطرح هاي دي جايزة لبنانية تفضلوا وحصلوا عليها لا عم بيرحبوا عم بيرحبوا وهذا شي بيسعدنا إنه كل الضيوف الأجانب اللي دعينيهم يجوا رحبوا إجوا وانبسطوا بعطولنا بعد حفل رسالات شكر وكانوا كتير مبسوطين وانبسطوا بمستوى الحفل اللي لونا بضاهة مستوى المهرجانيات العالمية اللي عم نحضرها بره يعني هنونا كتير وكانوا كتير مبسوطين هلأ عكل حال في مليان ومليان عم تحتاركن عبر الانترنت نحانا 80% من كراءنا من برات لبنان أراند الوقت يعني هلأ صلنا مثل ضاعة صغيرة برافا أصلا موقع الفن من أول مواقع مرسي كلك فادي رح أرفع الكلفة وعيتلك فادي معلش؟ كان من المفروض تيجي كاتيرين دونوف السنة بس رجعنا استضفنا إمانيويل بيارس استضفنا الأتراك جان يامان وكل هالأشخاص يلي أكيد إلى جانب اللبنانية أصلا ما يقول عم نقص من إيمتون عادتوا رونا أكتر للحفل يعني دايما نحن اللبنانية هن بالطليعة وهن الحجر الأساس بالمهرجين بس تطعيمهم بوجوه أجنبية هيدا الشي عم يعطي طابع أوسع للحفل وامتداد أكبر يعني فكان عنا إمانيويل بيار كان فيه النجم الفرنسي فانسان بيريز كمان المطرب الفرنسي جولي بيتري وطبعا جان يامان وديميت أوسدامير فكانوا هول يعني هكي قداش عطيونا إيمة إنو رحبوا بالفكرة وبالجيزة ورحبوا بكل اللي أخدوا جويز حلوة كانت منهم يعني شهرتهم العالمية ومشاركتهم بمهرجانات السيزار وكان ومهرجانات عالمية يعني هالشي والميركس والميركس فأصبح أكيد يعني هيدا الشي المطمح له أنه يصير المهرجان اللبناني الميركس دار هو مهرجان بمثل لبنان بكل أنحاء العالم وما يضل على صعيد ونطاق محلي بس متل ما عودنا للجمهور من ثاني سنة يمكن الميركس إنو بلشت تتوسع الأفاق وتصير أكبر وأكبر وتنشر الفن اللبناني بالخارج نشكر الله نشكر الله جان يمان أول شي هجموا كل الفنزات عليهم للأصدقاء الأتراك بس فنلوا ضغرم بعد ما أخدوا الجايزة زعجكم هالشي؟ يعني يمكن زعج جمهورهم زعج الموجودين أنو بحبوا يكونوا فترة أطول هلا ما بعرف إذا يمكن لأن ما بيعرفوا اللغة دون يقدوا ما يفهموا شي من الحفل ممكن ممكن هيدا عامل يكون بس شو حلوة صورة لقطناها نحنا لوفاء طراباي آخر واحدة بقيت عم بتزقف واحدة بتجنن أصلا بهنى الكبار اللي هنى عندهم الأصالة واحترام وبقوا للآخر عتب أكتر على النجوم اللبنانية والعربية اللي بيفلوا أول ما بيخدوا جايزتهم يعني أنا بلاقي إنو من الأصول من اللي هي إنو كلهم ينطروا بعضهم ويطلعوا كلهم على القتوف ينعل بآخر الحفل يعني إنو زف عطي زعل إنو طلع بالآخر لأنو ما حضروا بس ما هنا عم يحضروا عالتفي لا بالعكس حضروا كلهم يعني بالنتيجة يعني بالنتيجة عالتفي مش ضدور الناس اللي موجودين بالعكس تقرته أخدت رواج كبير يعني من الحضور بالصالة ومن الجمهور اللي عم بتابع عبر الشاشة يعني ما فيها صارة تكون قوية بالأول وتضعف بالآخر يعني هو قيل إنو ما إجتو دعوة بينما سمع إنو عم تدعوه على المسرح نعم السفير المصري نحنا التعينا بغدا قبل فترة من الحفل ودعيني وهو ما دعمته وقلنا له حتى أسماء الفائزين ورحبوا كتير بالفكرة وهو كان منتظر أن تجي الدعوة رسمية نحنا بعثنا له الدعوة الرسمية بس يمكن ظاهر ما وصلت له فنحنا بالنسبة لقلنا إنو كنا مفتكين رح يكون موجود بالصالة بشنا هيك أدراجنا له اسمه على النجون المصريين ليطلع على المسرح يكرمون لسؤال حظ هو ما كان بالحفل وهذا صار الخطأ يعني صار اللغة بس أكيد مش نحنا لو ما بدنا إياه ما كنا حطين له اسمه وما كنا دعينيه وما دعمته قلت له إنو هي كل سنة بتتابع الحفل وبتنبسط وقتا منكرم الفنانين المصريين وكان عنا سنة أربع فنانين مصريين نيلي كريم وأمير كرارة والمهنين تعمر حسني وأنغام يعني أربع أسماء كبيرة وعلمناهم للسفير المصري وما دعمته هن الأسماء وحبوا كتير إنو يكونوا موجودين هلا يمكن صار في خطأ إنو ما وصلهم للكارة الدعوة بس بالنسبة لإنك إننا نحنا هدين مصريين بحبوا بعضهم طعلا يعني ما صار في اتصال مع هيفا وهبة تتعتذر آآ أوكي نحن اللي وضحته أكيد نحن كميوريكس دور كالجنيه بالنتيج ما في هيفا وهبة لأنه بالتمثيل في غير أشخاص ربحوا بالغنى في غير أشخاص هلا في أصدقاء مشتركين بس أنتو أصدقاء أنتو هيفا أكيد في أصدقاء مشتركين نحن وإياها قالونا ليه ما بتكون معكم بالحفل إن اللي أكيد منرحب بدعوتها تكون معنا بالحفل وهذا الشي بيسعدنا لأنه نجمة كبيرة ومحبوبة وعندها جمهورة الكبيرة الزهر تتصلوا فيها يمكن ما كان فيها بس ما بعرف شو اللي صار وليه حطتها الشي على التويتر بس من قبلنا نحن شخصيا ما صار في لقاء ولا صار في أي سقطة فيهم طلعت كارول سماحة نجمة السنة نعم بس مش بدلا عن مش بدلا عن هيفا أكيد لا لأنه صار في كمية ردات فالية أنا عم بقول عامل محيم الشيطان شو عم بيقوله الناس هيفا كان أول شي ما صار فيها تواصل مباشرة من المقلك بينها وبينها وكان فيه دعوة لقلتها تكون ضيفة بالحفل وأعتزت أنه ما قدرتش هيدا كل شي بس نحنا مش نحنا مباشرة دعنا حكيني بس كارول من الأول هي الجوري سوى طولها كلهم أنه تكون هي نجمة الليبنانية الهلعة أصلا لون هيفا غير لون كارول لأنه ما فينا نعتبر هيفا نجمة الغناء الليبنانية لأنه غير كاتيجورية هي عم تكون كتمثيل كاستعراض كغير نوع يعني وعندها جمهورة الكبيرة الواسع كل الناس بتعرف كارول كمطربة عندها صوتها وعندها أغنياتها وعندها والجوري حبوا كتير أغنياتي اللي كانوا بالسن الماضي يعني مشانيك كلوا نصوتوا الأعضاء يعني أخذت الجايزة عن السن الماضي وعند أنا المطلقة السنة هلا أنا المطلقة هو لها 2019 هلا لها 2019 يعني ايه وعند 2019 أنا المطلقة بس هي أكتر مبروك لقلبي اللي كان نالت استحسان كبير عند لجنة التحكيم دكتور حلو اتنينتكم دكتور حلو فادي قديش صعب التقييم قديش صعب كمان بين إنكم تنسقوا الميزان بين طلبات الجمهور لأن فيه فنزات كتير بيتلفنوا عرفت لأنه بحبوا هالشخص ياللي هنه فنزاته وبين لجنة التحكيم ياللي أوقات بتكون كتير صارمة وكتير بيكي وكتير دقيقة هون بتختلف الأمور حسب الفئات يعني فيه فئات تحس الاتجاهين جايين بصبوا فرد محل ايه فئات؟ حسب السنين ايه فئة صبوا الاتجاهين؟ ايها كانت فيها الأدهينة؟ بالتمثيل مثلا بالتمثيل السنين كان رأيي الجمهور ورأيي اللجنة التحكيم كتير متقارب بالغنى يمكن ما كان فيه هالأعمال الكتير بارزة أكتر من غيرها تتصب بمحل معين وما هذا وكله فيه بعض الفئات كانت كمان كتير بارزة مثلا فيرس كرام كان عنده أغنية دار بكتير ليه ما أرجو؟ عنده حفلة بحفلات بالأحرى بأمريكا وبعتلنا فيديو مثل ما شفتي أنه تشكر جمهوره وتشكر الميركس دار أنه طيب رح أختم هالقصم بس ما بطيقون تفلو لأنه محمليني كراء الفن مجموعة أسئلة بدي أخد أجوبة منكن أفضل ناخد أجوبة من النبع أجوبة حقيقية أحسن ما يخدوا أفكار على زوءهم ما هيك؟ أكيد خليني أنا بأشكر توني نعمي على الإخراج مروان سمعان على التصوير رجعتني على الكوفير ماجي فيريس على المكياج وماري لورت سمعان على الأبحاث قدام الكاميرا كمعكن هالا المر نعم نعم ترجمة نانسي قنقر